حديش لهروب بن علي للثورة التونسية نلقا حوار لأرمالة الشهيد محمد البرامي تحكي فيه على برشة نقاط طبعا تحكي على راجد الغنوشي الجرائم المرتكبة الأخوان المسلمين كما تسميهم هي الأخوانجية في حوار جيليوم في جريدة الأنوار جريدة الأنوار المؤخرا نصدر ضدها حكم قضائي لصالح علي العريض وزير الداخلية الأسبق والقيادي في حركة ماذا اللي هبتت مقال قالت أنه هو يسيطر على إنتاج الآجر بعد ما شريه هو وعيلته ثلاثة معامل الآجر في مستير وفي سوسة ولكن طبعا رفعه أشكية وربحها وتخطئت الأحكام هي خطايا مالية نلقا حوار جريدة الأنوار كنت حكيت وكشفت على ثروة راجد الغنوشي فما قضية في الغرض أكيد باش نتابعها اليوم نحكيه على أرمالة الشهيد مباركة البرامي تدلي بدل بها وعملت باشا تحقيقات صحفية أو حوارات عفوا صحفية يعني مباركة البرامي ما كونيش نعرفوها إلا بعد اغتيال زوجها محمد البرامي أرى يرحمه وينعمه في 25 جوليا 2013 وقت لي ذات 25 جوليا 2013 وقتها هي برزت معناه في الفترة هذيكا ومن بعد اخذت هي المشعل ودخلت حتى للبرلمان وانتخبوها أهيلي سيدي بوزيد خاطر هو أصله من سيدي بوزيد إلى غير ذلك اليوم اللي همنا هو الحوار اللي حكيت فيه شنوة قالت في راجد الغنوشي في الجرأم متع التسفير والتكفير والجهز السري وما إلى ذلك من توهم تتعلق براجد الغنوشي والأخوان المسلمين طبعا تعلق على آخر الأحدث تقول أنه المجلس الأعلى للقضاء متهم بالتسويق لوجود سراع بين رئيس الجمهورية وبين المجلس وتقول أنه ما فمش حتى سراع بين قيس سايد المجلس الأعلى للقضاء ولكن بالعكس فما السلطة القضائية متخاذلة في القيام بواجبها تقول لك أنه قضايا ما تتحلش القضاء قاعد يلعب به بيد أطراف سياسية حل الملف هذا سكر الملف هذا ما تقربش للملف هذا خاصة الإغتيالات السياسية الجهاز السري الغرف المظلمة يعني الأموال التسفير إلى غير ذلك وهي معنى أرملة شهيد دونكي همها أن يتم كشف الحقيقة ماركة الإبراهمي تتهم الرجل الغنوشي وحركة النظر باغتيال محمد الإبراهمي وشكري بالعيد والتلاعب بالملفات ذو ما لدى القضاء وقضاة التحقيق إلى غير ذلك تقولك اليوم ما فما حتى عركة بين المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية كلها مفتعلة والمجلس مسيطرين عليه الأخوان وهو اللي قاعد يخدم فيها الخدمة هذي كل باش يخرج الغلطة من رئيس الجمهورية تقولك كيفيش ما صارتش يعني حتى إيقافات ولا إيحالات رغم نقل ملف التنظيم السري عنده عامين تول محكمة أريانا لأنه أبعده شكون السبب في هذي أبعده البشير العكرمي البشير العكرمي هو اليد القضائية لراشد الغنوشي هو ليتكتم على الملفات الاختيرة والملف ده كل ما فما ملف يدين حركة النهضة إلا ويكفنوا ويخليه في اللقجرة دونك وقت يجيوا يثبتوا يلقوا أكثر من 6600 ملف يتعلق بقضايا إرهابية مركونين في اللقجرة ما همش مجبودين دونك البشير العكرمي أعمل هو قاضي يعني يشد وكيل الجمهورية أعمل يعني فيرعة في القضاء التونسي تقول لك أنه زادة التطورات اللي سايرة في تونس هذه بعد 25 جويل يعني هي تطورات كبيرة وتقول لك ما زلنا نستنيه وشنو بشي سير بعد هالتغيير هذي متع 25 جويل على خطر الشعب استبشر وفرح وكل شيء ولكن تعتبر برنبرج البرعامي أنه ما زلنا ما وصلناش للي به الفيدة الكشف على الاختيالات السياسية اللي هي مطلب أساسي اليوم بالنسبة لها نحكيه على الملفات القضائية الكبيرة تقول لك لازم يعني يتم إسقاط حركة النهضة واللي صار في 25 جويل لازم زادة يتبعوا إجراءات قضائية من خلال فتح الملفات والقضايا اللي تتعلق بحركة النهضة وطبعا تقول لك كيفيش الدولة ما تحركتش ضد من أجرموا في حق البلاد والعباد 13 سنوات كاملة وتقول لك نعتبروا أنه مسال المحاسبة التعطل بسبب وجود أزمة حقيقية في القضاء اليوم تقول لك الناس اللي تم تصفيرهم للقتال في سوريا تحصلوا على جوازات سفر وتذكر سفر إلى تركيا في المقاحي يعني هذو ما قاعدين يتصرفوا في تذكر جيبونهم تذكر السفر وجيبونهم جوازات السفر وهذه القضية الأخرى متاع نوردين البحيري وفتح البلدي متاع الجوازات والجنسيات والبطاقات والستيراد كلها يتعطا والمهم يتم الاستدراج متاع الشخص هذيك ويدمغجوه ومن بعد يبعثوه كل شي يجيه حاضر قتلك إلى حد الآن ما شفنيش لقي حالته لإيقافات رغم أنه تم إبعاد ملف التنظيم السري عن قبضة البشير العكرمي تاو عنده عامين يعني كان تحت البشير العكرمي ولكن بعد خرجناه من عند البشير العكرمي وإلى حد الآن ما تمش فتح الملف متاع التنظيم السري لحركة النهضة تقول كل إعفائت اللي صارت في وزارة الداخلية شملت رؤوس الأمن الموازي كما فتح البلدي بالضبط اللي نحكيه عليه أنه توفيق شرف الدين هو اللي قرر أنه يحيلوا على التقاعد الوجوبي تقول أنه قتلوا زوجها بـ 14 رصاصة ومنعوها من أداء سالة الجمعة تقول لك إيقاف نوردين البحيري وفتح البلدي هو بصيص أمل لأنه إذا كان بيش يمشي في المسار الصحيح معناها التقاضي بيش يكشفوا على برشا يعني خور كبير يسر وجراء خطيرة جدا يرتكبها راشد الغنوشي تقول لك المجلس الأعلى للقضاء يعتبر المأساس بقيادات الخوانجية كما تعتبر هي وتقول هي خط أحمر إذن تقول لك اليوم لحقيقة تعاود تحكيز في هذا الحوار على اللحظة التي تقتل فيها زوجها قتلك القتل القتل اليوم يحكموا في البلاد قاتل غزر لهم يبيضوا في الإرهاب يمصوا في دم الشعب التونسي والقضاء ما زال يحمي في حركة النهضة من أمثال بشير العكرمي تقول لك أنه تطالب بالقصاص العادل للشهيد وتقول أنه لازم يتم استرداد حق وكرامة تونس وشعبها من خلال تفكيك ملف الإرهاب والاغتيالات السياسية خاصة الكرة تقول لك تعود إلى رئيس الجمهورية أحنا ما زلنا نسندوه وهو استجاب لإرادة الشعب في 25 جوليا وجمد البرلمان ويعني يفتح ملفات الفساد والإرهاب والملفات الكلها تأمل أنها تتفتح تقول لك أنه الرئيس قال حتى حد ما هو فوق القانون وتحب تشوف هذية على أرض الواقع بالنسبة لملف التسفير تقول لك هي زارت سوريا برشا مرات يعني مشيت معه فود برلمانية ومشيت يعني دمشق وقابلت حتى الرئيس السوري بشر الأسد وتقول لك أنه التسفير الساعة هو جزء من مشروع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين اللي نفذته حركة النهضة في تونس لفائدة القوى الاستعمارية اللي اختارت التنظيم هذية لا لي شيء وإنما لأنه جهز لتنفيذ الشيء اللي تطلبه منه القوى مقابل السلطة تعطيه السلطة ينفذلها اللي يحب عليه في أي بلد وغالبا ما يخربون البلدان كيما شفنا في عدة دول أخرى تقول لك أنه يعني صارت برشا إجراءات في الإطار هذية طردوا سفير السوري في تونس بش فتحوا بيب الانتداب للقتيل في الأراضي السورية وهكي كي يسهلوا المهمة من رغم أنه كان فما رفض كبير للخطوة هذه ولكن تقول لك أنه الموقف السوري عبر عليه رئيس السوري بشار الأسد يقول لك هو يعتذر على أو هي اعتذرت منه على التونس اللي مشيه ويقاتله في سوريا وبتبعة الحال هو يقول أنه يعرف أنه الأخوان هما اللي تأمروا على سوريا مش الشعب تونسي